بداية مستقرة ونهاية مضطربة لم يكن العام 2023 هادئاً بما يكفي في العراق بل كان عام التناقضات والتقلبات السياسية والأحداث الشائكة في البداية كان كل شيء يسير على ما يرام تتباهى الحكومة المشكلة حديثاً برئاسة محمد السوداني باستقرار غير مسبوق تستضيف البطولات الرياضية وتقيم الفعاليات الفنية ابتهاجاً بمنحاً جديد يرسم في العراق كل شيء مستقر مع انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية فلا منغص بعد اليوم على الإطار التنسيقي وحلفائه ممن يديرون دفة الحكم بالبلاد دعم دولي غير مسبوق ورضاً أمريكي ومبعوث أممي ومسؤولون عرب وأجانب يحجون إلى بغداد من كل حدب وصوب لكن ذلك لن يستمر طويلاً تظهر ملفات تعرقل التفاهمات السياسية قانون للموازنة يعصف بالعلاقة بين بغداد وأربيل وينهي شراكة سياسية قائمة على أساس تحالف إدارة الدولة ثم يأتي قرار المحكمة الاتحادية بعزل محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان ليقطع شعرة كانت تربط العرب السنة مع ورقة الاتفاق السياسي إنها عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تأريس الحكم نستغرب من صدور هذه القرارات نستغرب من عدم احترامهم للدستور نستغرب من الوصايا التي تأتي عليهم لا نعرف من أين يماهد الإطار التنسيقي لابتلاع البلاد حكومةً وبرلماناً ومجالس محافظات ينجح بترتيب قانوني وإتقان ومكر سياسي بتنظيم الانتخابات وتوطيد نفوذه في جميع المحافظات وعلى المستوى الأمني شهد العام المنصرم نهاية لشهر عسل امتد بين واشنطن والفصائل صواريخ عابرة ومسيرات جانحة تطال قواعد أمريكا في العراق والمنطقة بعد اندلاع الحرب في غزة التي غيرت مسار الخريطة إلى غير رجعة معلومة ترد القوات الأمريكية بقصف المقرات وهكذا يستمر الحال حتى بداية عام جديد غير واضح الملامح ينجح العراق بترتيب أوضاع المعارضة الإيرانية باتفاق مع إيران وينجح بتحقيق مكاسب أمنية ضد جماعات الأرهابية في المحافظة المحررة لكنه يخفق بمعالجة القصف التركي وتداعيات وجود حزب العمال ويرحل ملفا مهما إلى العام الجديد أنا أطلع من المواطن أنه لا يقتني الدولار الدينار نعم الدينار هو الأقوى الاقتصاد العراقي ليس بمعزل عما يحدث أزمات خانقة يعيشها غالبية العراقيين بسبب ارتفاع مفترد بأسعار الدولار وهبوط قياسي للدينار إجراءة يتخذها البنك المركزي للسيطرة على الأسواق غير المستقرة ولكن بدون نتيجة مع قيود أمريكية صارمة على حركة العملة الصعبة لمنع تهريبها إلى إيران تترنح أسعار النفط لكنها تحقق مكاسبا لبغداد غير مسبوقة يفتتح السودان المشاريع النفطية واحدا تلو الآخر مستغلا الإيرادات النفطية إلى خزينة الدولة لكن هناك عند الحدود مع تركيا تتعثر تدفقات النفط عبر ميناء جهان وأضعة العلاقات بين البلدين ضمن إطار الغالب والمغلوب إذن ينتهي عام ويبدأ آخر وملفات يتم ترحلها المياه تقطع عن العراق من قبل الأتراك في حين تتوتر التفاهمات مع الكويت بشأن الحدود وتداعيات قتل الصيادين وتظهر حالة من الشد والجذب مع دول أوروبية حوصرت سفاراتها في بغداد مرة بسبب حرق المصحف وهددت مرات أخرى بسبب القصف العشوائي للفصائل ينتهي العام بانفتاح غير مسبوق مع الدول الخيج قد لا يعرقله بالضرورة دفء العلاقات بين بغداد وطهران